يتكرر سيناريو طرح الأسئلة المتعلقة بالتمرين في شهر رمضان الكريم مثل كم مرة يجب أن أمارس الرياضة؟ كم وقت جلسة التمرين؟ ما نوع التمارين التي يجب القيام بها؟ وما هو أفضل وقت لممارسة التمرين؟ لذلك قررت احتواء الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب وفي هذه الحلقة أشارك معكم سبعة نصائح حول كيفية الاستمرار في النشاط الرياضي خلال شهر رمضان لذلك تابع معي للنهاية وإذا أنت جديد معنا اشترك بقناة سكون مجانا لتحديث معلوماتك الطبية وتحسين نمط حياتك باستمرار وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى النصيحة الأولى لممارسة الرياضة في رمضان هي تحديد الهدف خلال شهر رمضان هدفك يجب أن يكون محاولة الحفاظ على مستوى لايقتك الحالي وكمية الكتلة العضلية لأن هالشهر ليس الوقت المناسب لإضافة أو تجربة تمارين تقوية جديدة خاصة بالنسبة لمن يمارس الرياضة بانتظام عليك مواصلة روتين الرياضة المعتاد ولكن بكثافة أقل ولمدة أقصر لمنع فقدان العضلات وزيادة الوزن يجب أن لا تتدرب بكثافة 100% وتعوض بزيادة الأكل ليلا كما ذكرت سابقا الهدف في هذا الشهر هو الحفاظ على كمية الكتلة العضلية والحد الأدنى للحفاظ على الكتلة العضلية هو ثلاثة جلسات في الأسبوع على الأقل ولكن بالطبع إذا كنت على الحد الأعلى من الاحترافية وتمارس الرياضة بانتظام فبإمكانك الالتزام بروتينك من 5 إلى 6 جلسات في الأسبوع أنصحك بتخطيط لروتين جلساتك الأسبوعي فمثلا يمكن أن يكون عندك جلسة رياضة كل 7 و 2 و 4 الالتزام بالجدول الزمني يمنحك الانضباط ويضمن لك إكمال كل جلسة تدريب بدون أعذار ما هي أفضل مدة لجلسة التمرين؟ تتراوح مدة الجلسة بين 20 إلى 45 دقيقة كل جلسة وكالتالي إذا كان تمرينك يحتوي رفع أثقال بالجم أو تمارين كثيفة مثل HIIT فمدة الجلسة يجب أن لا تزيد عن 20 إلى 25 دقيقة أما إذا التمرين معتدل مثل الهرولة والمشي الطويل فنصف ساعة أما التمرين الخفيف مثل اليوغا والأيروبك فيمكن أن تصل إلى مدة 45 دقيقة ما هي قوة وكثافة التمرين؟ ضع بعين الاعتبار أن تمرينك في رمضان يجب أن يكون أقل بـ 30 إلى 50% من نسبة الكثافة التي تمارسها عادة خارج رمضان وتذكر أن هذا ليس الوقت المناسب لزيادة الكثافة أو تجربة تمارين جديدة التزم بروتين تمرينك وتراجع عن طريق تقليل الأوزان وعدد التكرار أو زيادة وقت الراحة ويمكنك حتى تبديل التمارين القاسية بتمارين أسهل مثل القرفصاء العادي بدلا من القفز جومبينججاكس ما هو أفضل وقت باليوم لممارسة الرياضة في رمضان؟ الوقت الأفضل بالتأكيد ليس عندما تكون جائع أو عطشان تمرين الجسم بدون إشراف مختص عندما تكون جائع أو عطش أكثر ضررا من عدم التمرين في الوقت العادي يختلف رمضان عن الصيام المتقطع بأنه صيام جاف فالجفاف يقلل من قوة وتحمل العضلات وقد تخسر الكتلة العضلية بشكل ملحوب أحد الأبحاث يؤكد أن جفاف العضلات ولو بنسبة قليلة مثل 3% يمكن أن يتسبب في خسارة 12% من القوة وهذا ليس ما نريده لذلك أفضل الأوقات للتمرين في رمضان هو بعد الإفطار بحيث تأكل وجبة خفيفة وتشرب السوائل وتبدأ التمرين بكثافة متوسطة وبعد التمرين أكمل الوجبة الرئيسية وثاني أفضل وقت هو بعد صلاة التراويح وبكثافة أعلى لأنك تناولت وجبة وتعافى جسمك قليلا من الجفاف وثالث أفضل الأوقات هو قبل السحور إذا كان لديك الانضباط الذاتي للاستيقاظ مبكرا في الصباح فهذا الوقت مناسب لجلسة التمرين وبكثافة عالية ويمكن أن يمنحك التمرين الصباحي مزيدا من الطاقة طوال اليوم فقط تأكد من الحفاظ على رطوبة جسمك بعد التمرين وشرب الكثير من الماء وتناول وجبة غنية بالمغذيات للحفاظ على طاقتك طوال اليوم مثل الوجبات اللي شرحتها في الحلقة السابقة شاهدها على الرابط بصندوق الوصف رقم ستة ما أفضل أنواع التمرين في رمضان لكي لا تفقد قوة العضلات فمن المهم التركيز على ثلاثة جلسات في الأسبوع من تمارين التقوية بدلا من تمارين الكارديو وإذا كان الكارديو مهم بالنسبة لك فأضف جلسة إلى جلستين في الأسبوع ولمدة عشرين إلى ثلاثين دقيقة كارديو وهذا للحفاظ على أكبر قدر ممكن من كتلة العضلات والنصيحة الأخيرة للسيدات فأفضل وقت للتمرين خلال شهر رمضان وزيادة كثافة التمرين هو في استراحة الدورة الشهرية كثيرا ما تصلني تساؤلات عما إذا كان بالإمكان التمرين خلال الدورة الشهرية والإجابة هي بكل تأكيد نعم إذا كان عندك الاستطاعة فقومي بأداء التمرين كالمعتاد وأعطيه جهد بنسبة 100% وإذا كنت تعانين من تقلصات في البطن أو عدم الراحة فقومي بتمارين الإطالة أو تمارين خفيفة وأخيرا تذكر أن تستمتع بشهر رمضان واختبر هالإرشادات وتعرف على أفضل ما يناسبك منها وبالطبع تأكد من أن تمرينك لا يسلب التركيز الرئيسي لشهر رمضان وهو التنمية الروحية لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة وسؤالي اللي بحب وجهه إليك ما هو برنامجك اليومي في رمضان رح تابع إجاباتكم بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام وإذا بتحب دعم القناة ماديا فهو صدق جارية وبميزان حسناتك الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وراكم الحلقة القادمة إن شاء الله واعتني لجسمك لأن الروحك تسكن فيه